هذا وأشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بما تطمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين بالعاصمة المورتانية نواكشوت والتي ألقاها نيابة عن جلالته سمو شيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء هذا وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على ما عكسته مضامين الكلمات السامية من حرص جلالته على دعم العمل العربي المشرك لمواجهة الإرهاب والعنف والتطرف بكل الجهود والأمكانيات وكذلك ردع جميع أشكال التدخل في شؤون المنطقة الداخلية وخاصة التدخلات الإيرانية وبما يحقق أمن المنطقة العربية واستقرارها منوها بهمية الملفات ذات الأبعاد العربية والقيمية التي ناقشتها القمة خاصة في ظل ظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن خطاب جلالة الملك المفدى قد عبر بصدق عن تطلعات أمال الشعب البحرين والشعوب العربية كافة تجاه حماية الأراضي العربية من الأطماع الخارجية إضافة إلى التأكيد على همية العمل على تطوير العمل العربي المشرك الذي من خلاله يمكن التغلب على كافة التحديات التي تواجه الأمة العربية في هذه المرحلة وبما يتطلبه ذلك من تطوير آليات عمل الجامعة العربية وإصلاحها بما يخدم المصالح القومية العربية